بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا بكم أيها الطلاب الأكارم طلاب الصف الخامس الابتدائي في هذا الفصل الدراسي الثاني في مادة لغتي الجميلة لموضوع درس جديد بعنوال الوحدة الخامسة بنية النص الحواري من حقوق الطفل سنتعلم أيها الطلاب الأكارم في هذا الدرس أستنتج عناصر النص الحواري وأيضا أملأ خريطة النص الحواري بشكل صحيح وأيضا أتعرف مهارات كتابة النص الحواري إذن درسنا بعنوان بنية النص الحواري من حقوق الطفل بنية النص الحواري من حقوق الطفل قبل البدء بالدرس أيها الطالب الكريم أعرض عليك هذا السؤال من خلال العنوان اختر الإجابة الصحيحة من الصور التالية أي الصور التالية تشير إلى مرحلة الطفولة؟ أي الصور التالية تشير إلى مرحلة الطفولة؟ هل الصورة الأولى؟ أم الصورة الثانية؟ أم الصورة الثالثة؟ ما رأيك أيها الطالب الكريم؟ أي الصور التالية تشير إلى مرحلة الطفولة؟ أحسنت إنها الصورة الثانية التي هي التي تشير إلى مرحلة الطفولة؟ أم الصورة الثانية التي هي التي تشير إلى مرحلة الطفولة؟ نبدأ الآن بقراءة النص التقى مشعل معلمه في حيه فسلم عليه ورحب به واستأذنه بطرح أسئلة تتعلق بالبطاقة الشخصية قال مشعل لمعلمه لقد حصل أخي أنس على بطاقة شخصية واضح لي من فضلك ماذا يعني أن تملك بطاقة شخصية هنا أيها الطالب الكريم يتبين لنا موضوع الحوار الذي سيدور بين المعلم ومشعل إذن سنتبين من هذا أو في هذه الفقرة تبين لنا موضوع الحوار الذي سيدور بين مشعل ومعلمه وموضوع الحوار هو البطاقة الشخصية أو الهوية ذلك أن أخو مشعل أنس قد حصل على بطاقة شخصية فمشعل يسأل معلمه يريد التعرف على هذه البطاقة الشخصية أو الهوية إذن موضوع الحوار سيكون البطاقة الشخصية أو الهوية أيضا في هذه الفقرة تعرفنا على مقدمة هذا الحوار مقدمة الحوار هي أنسلم مشعل على معلمه ورحب به واستعدنه في طرح أسلة تتعلق بالبطاقة الشخصية إذن استفدنا من هذه الفقرة عنوان الحوار وكذلك المقدمة التي بدأ بها مشعل وهي أنه سلم على معلمه ورحب به واستعدنه في طرح أسلة تتعلق بالبطاقة الشخصية نكمل أجاب المعلم تذكر يا مشعل أن من حقك وحق كل طفل الحياة والحرية والتعلم والسكن ولضمان هذه الحقوق يجب أن يكون لك اسم عائلي وجنسية وهما يسجلان بعد ولادتك في سجلات الأحوال المدنية وعندما تصبح في السنة الخامسة عشرة تنقل هذه المعلومات إلى بطاقة شخصية تحصل عليها من دائرة الأحوال المدنية وهل الحصول على البطاقة واجب؟ نعم لأنه لا يمكنك الحصول على كثير من حقوقك كحقك في جواز السفر وحقك في دخول المعاهد والجامعات عندما تكبر من غير بطاقة شخصية هنا أيها الطالب الكريم يتبين لنا سؤال مشعل لمعلمه وانظر أنه بدأ السؤال بوضع شرطة والسؤال يقول وهل الحصول على البطاقة واجب؟ هنا سؤال لمشعل عندما يجيب المعلم سنضع شرطة أخرى لإجابة المعلم حتى نفرق بين كلام المشعل وكلام معلمه هنا لدي أيضا كلمة ملونة باللون المغاير جواز السفر ما هو جواز السفر؟ هو وثيقة تمنحها الدولة للمواطن تسمح له بالتنقل بين البلدان عندما تريد أن تتنقل بين البلدان لابد أن يكون لك جواز سفر لابد أن يكون لك جواز سفر وهو وثيقة تمنحها الدولة للمواطن تسمح له بالتنقل بين البلدان قرأت في جواز سفر والدي كلمة الجنسية فماذا تعني هذه الكلمة؟ المعلم الجنسية هي الانتماء إلى دولة ما فأنا وأنت ننتمي إلى المملكة العربية السعودية التي هي جزء من الوطن العربي الكبير بقي سؤال واحد هل هناك أطفال يعيشون بلا هوية أو جنسية؟ أجاب المعلم نعم يا مشعل فالمهاجرون من أوطانهم إلى بلدان أخرى بسبب الفقه أو الإضطهاد لا يمنحون غالبا هم أطفالهم جنسية البلد الذي هاجروا إليه هنا أيها الطالب الكريم يتبين لنا كلمة ملونة أخرى وهي كلمة هوية فما هي الهوية؟ الهوية هي الأوصاف التي تحدد شخصية الإنسان ومنها جنسيته إذن الهوية هي الأوصاف التي تحدد شخصية الإنسان ومنها جنسيته أكمل وأطفال الأرض المحتلة يلزمهم المحتل جنسيته ويحاول طمسة انتمائهم إلى جنسياتهم الأصلية كما يجري في فلسطين في ظل الاحتلال شكرا لك على هذه المعلومات هنا يا كرام كلمة يلزمهم بمعنى يجبرهم ولعلك تلحظ أيها الطالب الكريم أيضا أن هنا شرطة تدل على كلام مشعل وأننا انتقلنا من كلام المعلم إلى كلام مشعل فشكرا لك على هذه المعلومات هذه عبارة قالها قالها وتحدث بها مشعل إذن الخاتمة وهي خاتمة الحوار شكر مشعل معلمه على ما زوده به من المعلومات فقال شكرا لك على هذه المعلومات هذه نسميها الخاتمة خاتمة الحوار أيها الطالب الكريم أجيب أحدد طرفي الحوار هنا الحوار الذي سبق وأن قلناه قبل قليل وقرأناه له طرفين في هذا الحوار فهل تستطيع أن تحدد طرفي الحوار أحسنت مشعل والمعلم مشعل والمعلم هم طرفي الحوار أيضا أجيب من بدأ الحوار وبما بدأه من الذي بدأ الحوار مشعل أم المعلم أحسنت بدأ الحوار مشعل وبدأه كما ذكرنا بالسلام على معلمه واستئذانه في طرح أسئلة تتعلق بالبطاقة الشخصية تتعلق بالبطاقة الشخصية وهي التي ذكرنا أنها المقدمة حسنت أيضا من الذي أنهى الحوار وما أنهى من الذي أنهى الحوار من الذي قدم الشكر على المعلومات في آخر ما قرأنا أحسنت أنهاه مشعل أيضا وقد أنهاه بشكر معلمه على ما زوده به من المعلومات ونحن قلنا بأن هذه هي الخاتمة إذن الذي أنهى الحوار هو مشعل وأنهاه وختمه بشكر معلمه على ما زوده به من معلومات أجيب من الذي يوده الأسئلة ومن الذي يجيب من الذي يوده الأسئلة في هذا الحوار ومن الذي يجيب أحسنت مشعل يسأل والمعلم يجيب مشعل يسأل والمعلم يجيب أحسنت ما موضوع الحوار الذي دار بينهما نحن ذكرنا في أول ما قرأنا موضوع الحوار فما موضوع الحوار الذي دار بين مشعل ومعلمه أحسنت البطاقة الشخصية والجنسية ممتاز البطاقة الشخصية والجنسية هو موضوع هذا الحوار حسن أين وضعنا علامات الترقيم التالية في النص الحواري السابق؟ نحن قرأنا في هذا النص وشاهدنا النقطتين الرأسيتين وأيضا شاهدنا علامة التنصيص هذه وأيضا الشرطة فأين وضعنا علامات الترقيم التالية في النص الحواري السابق؟ أين وضعناها؟ أين وضعناها؟ هل تعرف؟ نعم وضعنا النقطتين الرأسيتين بعد فعلي القول والجواب عندما يكون قال أو قول فإن نضع نقطتين رأسيتين وكذلك عندما يجيب مثلا عندما أجاب المعلم وضعنا نقطتين رأسيتين عندما أجاب المعلم وفتحنا المزدوجين هذا قبل بدء الكلام وأغلقناهما بعد ماذا أحسنت بعد نهايته عندما يبدأ الكلام وينتهي عند الإجابة المعلم مثلا نفتح هذا المزدوج قبل بداية الكلام ونغلقه عند نهايته وضعنا الشرطة الشرطة بداية ماذا أحسنت بداية كل سطر كلما تغير المتكلم أو المحاور فإذا سأل مشعل وضعنا شرطة وإن سأل المعلم وضعنا شرطة إذن الشرطة توضع بداية كل سطر كلما تغير المتكلم أو المحاور الآن أملأ الخريطة التالية انظر هذه هي عناصر الحوار أولا وضوع الحوار ثم المقدمة ثم طرفي الحوار ثم الخاتمة فنبدأ أولا وضوع الحوار أحسن وضوع الحوار كان البطاقة الشخصية أو الهوية وضوع الحوار كان البطاقة الشخصية أو الهوية بعد ذلك تعرفنا على المقدمة متاز وقلنا أن المقدمة هو أنسلم مشعل على معلمه ورحب به واستعدنه بطرح أسئلة تتعلق بالبطاقة الشخصية أيضا تعرفنا على ماذا أحسنت الطرف الأول في الحوار وهو مشعل الطرف الأول في الحوار هو مشعل وأيضا تعرفنا على الطرف الثاني أحسنت وهو المعلم الطرف الثاني وهو المعلم كذلك تعرفنا على الخاتمة ها تعرفنا على الخاتمة ومن الذي أنهال هذا الحوار أحسنت شكر مشعل معلمه على ما زوده به من المعلومات كانت هذه هي خاتمة الحوار الذي قرأناه وتعلمناه قبل قليل أتعلم الحوار من أساليب التعبير التي تتطلب حديثا بين شخصين أو أكثر في موضوع معين وقد يكون في شكل سؤال وجواب حسنت يراعى في كتابة الحوار لابد أن نتنبه لهذا استعمال فعلي القول والجواب في بداية الحوار مع ذكر اسم المتحاورين وأيضا وضع نقطتين رأسيتين بعد فعلي القول والجواب وأيضا وضع كل من كلام المتحاورين داخل علامة التنصيص في بداية الحوار بعد النقطتين الرأسيتين وأيضا وضع شرطة هكذا ببداية السطر كلما تغير المتكلم من عناصر الحوار أطراف الحوار ويقصد به الشخص مع نفسه أم الشخص لوحده أم شخصين فأكثر لاحظ أطراف الحوار قلنا الحوار لابد أن يكونها أحسنت أحسنت لابد أن يكون بين شخصين فأكثر يعني متحاورين أو أكثر من متحاورين اثنين أحسنت تعلمنا في درس بنية النص الحواري من حقوق الطفل تعلمنا أن الحوار من أساليب التعبير التي تتطلب حديثا بين شخصين أو أكثر بموضوع معين وقد يكون في شكل سؤال وجواب وأيضا يراعى في كتابة الحوار التالي استعمال فعلي القول والجواب في بداية الحوار مع ذكر اسمي المتحاورين كذلك وضع نقطتين رأسيتين بعد فعلي القول والجواب وأيضا وضع كل من كلام المتحاورين داخل علامة التنصيص في بداية الحوار بعد النقطتين الرأسيتين وأيضا وضع شرطة في بداية السطر كلما تغير المتكلم هذا ما تعلمنا في درسنا بنية النص الحواري ورجعنا أيها الطلاب الأكارم كانت كتاب الطالب وكتاب المعلم والتطبيق النحوي هذا والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين